الأصدقاء سلام الله عليكم ومرحبا بكم في برنامجكم الكورا مع عزيز هذه الحلقة سنتحدث عن المنتخب المغربي الأولمبي وكذلك سنتحدث عن الراجع والجيش وكذلك فريق الوداد الرياضي المنتخب المغربي كان يهزم ضد أوكرانيا والذي منتخب أوكرانيا يهزم أمام المنتخب العراقي المنتخب المغربي هزم طريقة متقبل احتواحد مع أن المنتخب أوكرانيا لعب تقريبا شوت الثاني ناقص عدديا بسبب طرد لأحد المدافعين والذي تفرج مزيان في المباراة فهي كتشابه المباراة للمنتخب المغربي ضد منتخب جنوب أفريقيا في كأس أفريقيا الأخيرة من الناحية الطاكسيكية تقريبا كتشابه لها وكانت عندهم منظومة دفاعية منظمة سيناريو المباراة كان المنتخب المغربي مسيطر على المباراة خصوصا في الشوت الثاني إلى حدود التغييرات اللي اعطاعت فرصة كبيرة للمنتخب أوكرانيا باش فاز بالمباراة في حين أن منتخب المغربي كان عنده العديد للغيابات وهو المشكل الحقيقي اللي خصوصا اللاعبين اللي مسمحاتش لهم الفروق ديالهم يشاركوا في الأولمبياد في غياب في غياب واحد المنتوج المحلي الأسباب متعددة هي كثيرة واللي خصوصا نتكلموا عليه هي الواقع ديالنا خصوصا نركزوا على اللاعبين اللي يكونوا من منتوج أكاديميات تابعة لهذه الفروق الكبيرة اللي هي الراجل والويداد والجيش اللي كتلعب على المستوى الإفريقي ونحاول ننضموه هاد الأندية بعدها إلا بغينا نخدموه بالمعقول وخصوصا ننضوه بعدها الاعتبار الاعتبار لبعد اللاعبين السابقين بعدها هي اللولة لأن هاد اللاعبين دي اليوم رأيك يشوفوا عشن هو واقع لهاد اللاعبين السابقين وبالتالي فكيكون الهم الوحيد ديال هاد اللاعب هو الاستقرار المادي ويأمن المستقبل دياله لما نستفدوش منه لا على المستوى من المنافسات الدولية في حيث الآن على المستوى المحلي أو الفرق المحلية باقي كنتكلموا على المستحقات وعلى الميناح ديال البوطة ولا ولا ليتيج واتشي كامل أصلا تضع لي واحد واحد الحد باش من وقاش نوقعوا لهاد المشاكل ونحاول نضمو الفرق دياله باش لقاول باديل فكتشوف الآن المشكلة الحقيقة اللي ما تتكلموش اللي ما تتكلموش اللي ما تتكلم عليه التوى حد هو كتشوف أنه مجرد ما الفرق الأوروبية حبسات اللعبة دياله ما لقيناش الباديل اللي غاد يعود خصة اللاعبين دي المدافعين فعبقى المدريب كيرود اللاعب دي الوسط الميدان المدافع كيرودو المحور الدفاع أو السنترباك فكتشوف أنه مكيش اللي كيعود دي اللاعبه خصة من الفرق الكبرى يلغى الطعام المنتخب الجميع المنتخبات الفئات الصغرى ولا الأولمبي ولا المنتخب الأول فبالنسبة فريق الراجاء والويداد والجيش الراجاء قد تعاقد مع مدريب جديد سفيكو بعد ما كان المرشح اللي غادي يقود الراجاء هذا الموسم هو راموفيتش ولكن إدارة النادي فرضات واحد طاقم مساعد من الراجاء لكن المدريب بغاء طاقم دياله واللي اللي كتشغل معه اللي كتشغل معه ديما وهذه النقطة تحسب إلى إدارة النادي في حين اللي سلبي هو الانتدابات دي اللائبين خاصة تكون وازينة وتجيب مدريب اللي معروف على الساحة الإفريقية وسفيكو ما عندوش دريبة على الساحة الإفريقية الجيش الملاكي دار انتدابات في المستوى ولكن جاب كذلك مدريب غير معروف على الساحة الإفريقية في حين التحديات دي الموسم القادم وهي عصبات الأبطال الإفريقية واللي غابت على خزينة فارق من 1985 وكذلك فارق الويداد كيجيب مدريب معروف على الساحة الإفريقية ولكن الطاقم تقني دياله لكن حتى إدارة النادي بغد الطاقم ديالها مدريبين من الويداد اللي غدين يشغلوا مع هالطاقم تقني دون استشارة من الإدارة التقنية هالفرق كاملين عندها إيجابيات وعندها سلبيات في حين هالإيجابيات كلها خصت تكون كل فارق عندها الإيجابيات كاملين يعني يخص كل مدريب عنده تجريبة يكون مدريب عنده تجريبة على المستوى الإفريقي وكيعرف كرة القدم المغربية واللاعيبين وكذلك عرفت التقافة المغربية زائد إدارة تقنية عندها الكافة أو تجريبة الكافية زائد إدارة ومنخريطين في المستوى تطلعات الرأي العام ويفيد كرة القدم المغربية مش يخرج منافس دي الرئيس وينساحب بداعي مصلحة الويداد ويقول لك هذه مصلحة الويداد هي اللي خلتني نساحب من المنافسة دي الرئيسة على رئيسة فريق الويداد الرياضي المصلحة تكون عارفة قبل ما تدخل المنافسات على المستوى تترشح دي الرئيسة الفريق هذه المشاكل كاملة بقى كنتخبطه في مشاكل اللي هي قصة كنتشوفه مثلا المنتوج أو الناتيجة أراكت شغرها ما كيش اللي كيمتل اللاعبين دي البوط ولا على المستوى المنتخب للأولمبي ولا المنتخب دي الفئة الصغر ولا كذلك المنتخب الأول كنتمنى أن الفورق المغربية أنها تنظم راسها ويكون عندها منتوج ومنتسنى وشحنا الفورق الأوروبي أنها تحبس اللاعبين المحترفين دي المنتخب المغربي ونبقا ونفكروه في اللي قاد يعود هاللعابة وفقال المدريب كيرقع بدل بدل موسى وكل شي كيحاسم السكيتيوي وسكيتيوي رامن مندوره رابالي أن رخصو يدير الزيادة عادية باش يحاول يسجل ويحسن اللي يقع كتبالي أنه عنده فرصة كبيرة أنه يحسن التأهول من مندوره الخاص النتيجة أنه كانوا المرتدات المرتدات ما كينيش اللاعبين يعني كيحسنوا كل مراكز باش يمكن يديروا التقطيع لللاعبين دي لوسط الميدان وبالتالي تسجل لك هدف طريقة سهلة زائد أنك أنت أراك الشي أراك الشي بالشوط الأول سجلوه لك وانت بكامل العناصر ديالك بمدرس اللي شون جمول وسجلوك بطريقة سهلة في حين أنك نشوف المهاجمين ديالك يضيع وفوراس وكتبلك الشي حويج أنه الأنانية أنه باشي اعطى اللعاب أنه يروت للبال اللعاب اللي غفاس مع البوط يبلك هو ما عنده تشي معنى وللظاهر الأيصر ما كيعونش كذلك اللعاب الهجومية لأنه ماشي ماشي مركز دياله كين بزيف ديال الحويج كان خصها توجد لحل قبل ما تدخل بحل المنافسات المنتخب المغربي يرى لعب بطريقة رائعة وكتر من رائعة ولكن باش يسجل خصوما دومة هجومية وكذلك يكون عنده توازن في الدفع هذا هو المطلوب نتمنى أن المنتخب المغربي والكوران المغربي حتى ساعد المنافسات القديمة وشكرا